تم بالرباط التوقيع على اتفاقية مشروع لصون ونقل تراث حرف الصناعة التقليدية المهددة بالانقراض بين قطاع الصناعة التقليدية ومندمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو الاتفاقية تروم وضع نظام دائم لضمان انتقال الكفاءة والمهارات المرتبطة بحرف الصناعة التقليدية خاصة تلك التي تم تصنيفها كحرف مهددة بالانقراض أنا فخور بالتوقيع على هذه الاتفاقية الجديدة المتعلقة بالتراث اللامدي والتي تندرج في إطار لقاء يجمع بين خبراء من جميع أنحاء العالم كما يعتبر التراث المغربي بالغ الأهمية الاتفاقية تهدف إلى تشجيع صناعة التقليدية من ذوي الخبر والتجربة بصفتهم كنوز إنسانية بشرية على تقاسم معارفهم وكفاءتهم وعلى استقطاب وجذب الشباب للتكوين وإعادة إحياء هذا الإرث الحرفي عبر إعداد منظومة متكاملة للتكوين والتأهيل الهدف هو الاستجابة للشواغل المرتبطة بمخاطر فقدان المعارف في مجال الصناعة التقليدية خاصة وأن صناعة التقليديين غالبا ما ينهون مسيرتهم المهنية دون أن يتح لهم الوقت الكافي لنقل هذه المعارف إلى الأجيال القادمة جرت توقيع على الاتفاقية خلال حفل عقد على هامش أشغال الدورة 17 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي والتي تحتضنها المملكة إلى غاية الثالث من دجنبر المقبل